اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس مكافأة مالية مهمة من الجامعة للراجاء بعد تأهوله إلى دور ربع هائي عصبة الأبطال ضمن فريق راجاء الرياضي منحة مالية مهمة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدامة بعد تأهوله إلى دور ربع نهائي مسابقة عصبة الأبطال الأفريقية عقب فوزي على أمازول الجنب الأفريقي بالنتجة هدفين دون مقابل وسيحصل الفريق الأخضر على منحة مالية مهمة تقدر بحوالي 100 مليون سنتيم كمكافأة من طرف جامعة الكرة وذلك لبلوغه بصفة رسمية دور الربع من مسابقة عصبة الأبطال وتأهل الرجاء الرياضي إلى دور الربع بعد فوزي على مضيف أمازول الجنب الأفريقي في المباراة التي أجريت عشية اليوم الجمعة ومكنت نتيجة الفوز الرجاء الرياضية من تعزيز موقعه في صدارة المجموعة الثانية لمسابقة دور أبطال الأفريقية بما مجموعه 12 نقطة بفارق 6 نقاط عن صاحبي المركز الثاني فريقي وفاق ستيف الجزائري وأمازول الجنب الأفريقي في المقابل بقي حورية كونكر الغينية في المركز الأخير برصد ثلاث نقاط عجل حكيم زياش يعيش وضعا خطيرا جدا بسبب دينه الإسلامية يعيش الدولة المغربية في صفوف تشيس الإنجليزي حكيم زياش حال تترقب بسبب المرشح الجديد لشراء الفرق الإنجليزي وتتحدث مجموعة من المصادر عن إمكانية نجاحها إلى تريكيتس المالكة لفرق شيكاغو كابس الأمريكي للبيسبول من شراء النادي اللندنية ويأتي تخوف الدولة المغربية من المالك الجديد بسبب تصريحة الأخير المعادية للإسلام وتورط جورا كيتس الملك المقبل لتشيسي في رسائل بارد إلكترونية مسربة من عام 2012 أدلا فيها بعدد من التعليقات المتيرة للجدال حول الإسلام والمسلمين قائلا المسلمون هم أعدائي ويسخر من الإسلام بنكات عنصرية وتابع في خطاباته العنصرية والعدائية للمسلمين والإسلام قائلا يمكن للمسيحيين واليهود أن يحصلوا على احترام متبادل لبعضهم البعض لخلق مجتمع مدني كما تعلم لا يمكن للإسلام أن يفعل ذلك لذلك لا يمكننا أن ندع الإسلام يصبح جزءا كبيرا من مجتمعنا وأضف ريكيتس المسلمون بطبيعة الحال هم أعداء لنا بسبب حقدهم العميق وتحيزهم ضد غير المسلمين وتضامن جمهور تشيسي مع مسلمين نادية ومنهم حكيم زياش رافضين السحواذ شخص كريكيتس على النادي اللندوني تزامنا مع إقصائه من لائحة الأصود رابطة المحترفين الإماراتية تنصف رحيمي تزامنا مع قرار استبعاده من اللائحة النهائية للمنتخب المغربي المقبل على مواجهة حاسم أمام منتخب الكونغو الديمقراطية المؤهلة إلى منذ القطار وما خلفه هذا القرار من غضب كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تمكن النسر الرجاوي السابق سوفينا رحيمي من الضفر بجائزة أفضل لاعب في الدورة الإماراتية الخاصة بشهر فبراير المصارم فوز رحيمي بهذه الجائزة جاء بعد استفتاء أجرته رابطة الدورة الإماراتية للمحترفين حيث تم اختياره كأفضل لاعب في الشهر الماضي بعد تألقه اللافت رفقة فريق العين الإماراتية في دوره يعج بنجوم وهو التتويج الذي جاء بالموازات مع قرار استبعاده من قبل الناخب الوطني المغربي وحيد خالل زيتش وسط اندهاش وغضب كل المتسبعين للشأن الكروية الذين أكدوا أن مكانة رحيمي رفقة المنتخب لا تناقش بالنظر إلى تجربته الكبيرة على المصة والإفريقية فضلا عن مهاراته ومؤهلتي الفنية والبدنية مقارنة مع أسماء أخرى تم استدعاؤها رئيس الحكومة يعلن التعبئة الوطنية لدعم أصود الأطلس ويكشف عن استعدادات لنقل الجماهير المغربية إلى الكونغو عبر رئيس الحكومة عزيز أخ النوش عن دعم الحكومة ومسندتها للمنتخب الوطني لكرة القدم في المبارتين الفاصلتين التي سيجريهما أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر وقال أخ النوش في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة لا يسعني كرئيس للحكومة باسم كافة أعضائها إلا أن أعبر عن دعمها ومسندتها للمنتخب الوطني في المبارتين الفاصلتين التي سيجريهما أمام منتخب الكونغو الديمقراطية ذهابا وإيابا يومي الخامس والعشرون والتاسع والعشرون من ميرس الجارية في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي ستقام بقطر هذه السنة وعرب رئيس الحكومة عن متمنياتها بأن يحقق المنتخب الوطني التأهل للمرة السادسة لهذا العرس الكروية العالمية معبرا في نفس الوقت عن ثقته في هذا الفريق الشاب الذي بصم على مصار جيد خلال المرحلة الأولى من هذه الإقصائيات وبانت كل مكوناتها عن حبها لوطنها واستعدادها للدفاع عن ألوانها بكل تفانن وبدل أقصى الجهود من أجل نيل شرف تمتيل المغرب في هذا المحفل الكروية العالمية وأشار إلى أن التحضيرات جارية على مستوى قطع الرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا سيما بتنصيق مع الخطوط الملكية المغربية من أجل مواكبة الجمهور للمنتخب الوطني في مقابلة الدهاب التي ستجرى يوم الخامس العشرون من مارس وخلص أخ النوش إلى التأكيد على أن المواطنين المغاربة سيقفون جميعهم وراء المنتخب الوطني في هاتين المبارتين الفاصلتين وتحقيق التأهل لكأس العالم قطر 2022 محتج يرابط نفسه في المرمى ويوقف مباراة في الدورة الإنجليزية توقفت مباراة أيفرتون ونيوكاسل بالدورة الإنجليزة الممتاز لكرة القدم لمدة 8 دقائق بعد أن ربط أحد المحتجين نفسه في قائم المرمى بملعب جوديسون بارك قبل أن يحقيق أيفرتون فوزا تمينا بهدف اللي سفر بهدف قاتل ووقع الحادث بعد انتهاء الاستراحة مباشرة حيث كان المحتج يرتدي قميصا كتب عليها فقط أوقفوا البحث عن النفط وقالت المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الاحتجاج على تويتر حكومتنا تخوننا بالتمويل حقول النفطية الجديدة في بحر الشمال النفط الجديد يعني تدمير مستقبل أبنائنا وأضافت هذا يعني الحرب على دول صغيرة ويعني الآن المزيد من المعاناة للفئات الأفقر والأكثر تهميشان في جميع المناطق ويعني هذا البيان أن تصرف المراهق لم يكن محاولة انتحار بقدر مكن طريقة للفت الأنظار إلى قضية مجموعتها وقام عدد من المشرفين وطقم الآمن بإبعاد المحتج بعد تحريره من القائم واستحبوا خارج الملعب بعد أن رفض المغادرة بمفردها ترجمة نانسي قنقر